أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافقة 27 من يناير 2022 إجازة رسمية مدفوعة الأجر وذلك في الوزراء والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام بدلا من يوم الثلاثاء الموافقة 25 من يناير وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 من يناير وعيد الشرطة